تميز الإيمان في مواجهة التطرف شعار جائزة جديدة أطلقتها وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية مستهدفة أئمة وخطباء مساجد البلاد ممن يقدمون مبادرات تحمل طابع الإبداع والابتكار في مواجهة التطرف والغلو وكيل وزارة الأوقاف المهندس فريد عمادي أكد أن الجائزة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لمواجهة التطرف بل عبر تحفيز الأئمة والخطباء على الإبداع والابتكار وتطوير قدراتهم لإنتاج مبادرات جديدة ومشروعات مبتكرة لمواجهة التطرف وتعزيز الوسطية وأشار عمادي إلى تشكيل لجة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقييم الأعمال المشاركة في الجائزة ورصد جوائز مادية قيمة للفائزين